أعلنت روسي أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمي ضد كورونا وسيتم التسجيل بحلول 12 من أغسطس الجاري يأتي هذا بالتزامن مع تسابق مئات الشركات والمختبرات والدول على الصعيد العالمي كما أعلن أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً فهل هو آمن أم لا؟ وإلى الدكتور درار بلعاوي صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور يعني كثر الحديث في الأوينة صباح الخير فضل فضل صباح الخير راشا شربل والإخوة المشاهدين شكراً لك يعني كثر الحديث في الأوينة الأخيرة عن اللقاح الروسي لكن لم نسمع أي دراسات عنه ما مدى جدية هذا اللقاح نعم كما تفضلت يا سيدي إحنا اسمعنا عن اللقاح الروسي في منتصف شهر ستة وقالوا أن هذا اللقاح آمن وهذا اللقاح عنده فاعلية جيدة لكن للأسف نحن لم نقرأ أي دراسات لم نجد أي براهين منشورة في المجلات الطبية عن هذا اللقاح باختصار شديد وقالوا أنهم قد أنهوا فيز ون المرحلة الأولى والمرحلة الثانية على ستة وسبعين مريض وهو كمان رقم قليل جدا مقارنة مع البروتوكولات المعروفة في التجارب السريرية لهذا السبب إحنا عندنا أسئلة حقيقة علمية بالنسبة عن هذا اللقاح ما هو هذا اللقاح؟ إيش البرهين اللي عليها؟ وإيش النتائج اللي وصلوا إياها؟ طيب دكتور لما نجد نقارن هذا اللقاح الروسي مع اللقاح اللي قاعدين نشتغلوا عليه أمريكا وعندك الصين وبريطانيا ما المختلف في هذا اللقاح؟ يعني ستي إحنا خلينا بس نذكر الأخوة المشاهدين وهاي إضاءة جيدة إحنا لقاحات كورونا عندنا ثلاث أنواع من اللقاحات الرئيسة اللقاح الأول هو اللقاح الكلاسيكي وهو أن نضاعف الفيروس وعندنا شركتين صينيتين تشغل عليهم زي شركة ساينوفارما وشركة ساينوفاك وفي عندنا نوع من أنواع اللقاحات مثل لقاح جامعة أوكسفورد بالتعاون مع أسرا زينيكا ولقاح شركة كانسينو وهي تعتمد على حامل يعني منجيب فيروس منسميه أدينوفايروس ومنحط عليه التركيبة الجينية لأشواك الكورونا أما النوع الثالث وهي استخدام المادة الجينية للفيروس يعني ما منستخدم لا فيروس مضعف ولا منستخدم فيروس حامل وهذه تشغل عليها شركات مثل مودرنا استخدمت الـ mRNA والـ DNA زي شركة إينوفيو الغريب أنه ما رشح من الأخبار أنه هذا اللقاح الروسي يشبه لقاح جامعة أوكسفورد فهم يعتمدوا على الفيروس الحامل ويضعوا عليه الأشواك لكن لا نعلم أي معلومة غير هذا لا نعلم زي ما حكيت لكم احنا ما عنا التجارب اللي عملوها على 76 مريض ما عنا البراهين المنشورة في المجلات العلمية عن مثلا الأعراض الجانبية اللي حصلت وكمان الغريب يا سيدي أنه هم حكوا أنه هم رح يبدأوا بالمرحلة الثالثة خلال أسابيع طب هم كيف بدهم يبدوا بالمرحلة الثالثة وهم أعلنوا أنه بشهر تسعة سيبدأ تصنيع الفيروس وبشهر عشرة سيعطى للمجتمع فأنا مستغرب يعني كيف هذا رح يصير حقيقة أنا لا أعلم وأنا بس بدي أذكر كمان حضراتكم بأنه مثلا مقارنة مع اللقاحات الأخرى في أمريكا وبريطانيا احنا في عنا تلاتين ألف متطوع عم باخدوا الفيروس مقارنة مع اللقاح الروسي على 76 مريض طب سريعا ما هي مخاطر إنتاج لقاح بهذه السرعة سريعا لو سمحت يعني بلا أدنى شك المخاطر هي درجة الأمان احنا في عنا تلات مراحل سريرية تجارب سريرية أول مرحلة هي الأمان المرحلة الثانية هي الفاعلية أما المرحلة الثالثة فهي تجرب على عشرات الآلاف من الناس حتى نعرف الفاعلية والأمان فإنت لما تعطيني لقاح على 76 مريض فأنا لا أعلم حقيقة مدى درجة الأمان لهذا الفيروس وبالتالي يعني لا أستطيع أن أعطيه لصغار السن وكبار السن والمرضى اللي عندهم الأمراض المزمنة اللي إحنا فعلا بدنا نعطيهم هذا اللقاء نود أن نشكرك على وجودك معنا من عمان مستشار علاج الأمراض المعادية الدكتور ضرار بلعاوي شكرا لك